طلابنا الأعزاء طلاب وطالبات الصف العاشر أهلا وسهلا فيكم في هذا الفيديو الجديد معي أنا الأستاذ عمر ملكاوي من منصة أساس التعليمية إن شاء الله في هذا الفيديو إحنا راح نعمل مراجعة شاملة للوحدة الثامنة بكل ما فيها من أشياء مهمة كلمات وقطع وأيضا قواعد فزي ما احنا شايفين unit 8 اللي هي بعنوان earth اللي هو الأرض فالوحدة الثامنة بعنوان الأرض والقواعد المطلوبة منه في هذه الوحدة زي ما تشايفين هون اللي هو non-defining creative clauses جمل الوصل غير المحددة تمام طيب نبلش بالكلمات المهمة المطلوبة منكم في هذه الوحدة هذه الكلمات لازم تحفظوا معناها باللغة العربية وأيضا باللغة الإنجليزية الآن أول كلمة اللي هي ash معناها the materials that look like smoke or a cloud that come out of an erupting volcano اللي هي الرماد الكلمة الثانية asteroid اللي هو a small rook that revolves around the sun اللي هو قويكب صغير يدور حول الشمس basil اللي هو a kind of rook that is formed when lava gets hard اللي هو حجر البازلت bubble up معناها to go up to the surface while making bubbles يعني يخرج على شكل فقاقع أثناء ثوران البركان الآن crack معناها small break and something اللي هو التشقق أو الصدع crush معناها to destroy يعني يسحق أو يدمر crust معناها the hard surface of earth اللي هي القشرة القشرة الأرضية dramatic dramatic معناها unexpected and causing a big change معناها يعني شيء dramatique تمام شيء غير متوقع eruption اللي هو الثوران معناها an explosion of ash and hot floods from a volcano اللي عملية الثوران البركان fertile معناها related to a state of land where the soil is rich enough for plants to grow معناها الأرض لما تقوم بها تكون مثمرة وخصبة fossil معناها the shape of an ancient animal or a plant preserved in rock اللي هو الأحفورة التي يعني بتكون محفوظة داخل الصخر ice age العصر الجليدي اللي هو a glacial episode during a past geological period اللي هو العصر الجليدي طيب المجموعة الثانية من الكلمات lava اللي هي الحمام البركانية معناها the hot fluid that comes out of a volcano تمام اللي هي الحمام البركاني اللي تخرج من البركان magma a mix of hot liquids and rocks coming out of a volcano اللي هو عبارة عن مزيج من صهارة الصخور الصخور الملتهبة هذا هو الماغمة magma osis waaha a spot found in the desert بقعة توجد في الصحراء containing a certain amount of water بيكون فيها مي obsidian اللي هو a rock that looks like glass and that is formed when lava gets hard اللي هو عبارة عن صخر هال الصخر داكن اللون صخر زجاجي يتشكل بعد ثوران البركان وبعد ما يبرد الصخر plate معناها one of the rigid layers that form earth's surface معناها صفيحة تمام وpressure اللي هو الضغط معناها an amount of force coming from nature or people يعني كمية من القوة او الضغط wear down معناها to slowly reduce in quantity such as when rocks wear down and become earth اللي هي عملية الحت wear down يحط اللي هي الحت والتعرية التي يعني تتعرض لها مثلا الصخور وبعد ذلك تتشكل منها يعني اشكال مختلفة وتصبح ارضا طيب منروح على القطعة الاولى الموجودة معنا اللي هي earth's climate story قصة مناخ الارض لاحظوا هون في عنا فقرتين بدنا نشرحهم الفقرة الاولى يعني مناخ الارض يتغير تمام اذا مناخ الارض متغير لكن هذا الاشي مش جديد عبر ملايين السنين يعني مر على الارض وجربت العديد من التغيرات المناخية الدراماتيكية الغير متوقعة يعني على سبيل المثال يعني صار في هناك عصور جليدية متعددة وفيها when glaciers فيها الجليد تمام covered much of earth's service غطى معظم سطح الارض have taken place هذا الشيء يعني حدث في الماضي taken place يعني happened حدث في الماضي فصار في هناك تغيرات مناخية كثير على الارض وجربت كثير من التغيرات المناخية عبر السنين in the past في الماضي earth's climate was affected by sudden disasters يعني مناخ الارض كان يتأثر او تأثرة ب sudden disasters يعني كوارث مفاجئة مثل such as huge volcanic eruptions مثل ثورانات براكين ضخمة ومثل clashes with asteroids يعني تصادمات مع كويكبات اخرى فصار في هناك نوع من التصادمات هذه الأحداث اللي صارت ملأت ملأت فلد ملأت the atmosphere الغلاف الجوي with smoke and dust بشو ملأته؟ ملأته بالدخان والغبار which blocked out the sun وهذا الدخان والغبار حجب حجب الشمس causing the climate to become cold and dark ومسببا بأن يصبح المناخ تمام؟ المناخ أصبح بارد ومظلم بسبب هذا الحجب لأشعة الشمس many plants and animals probably died العديد من النباتات والحيوانات من المحتمل إنها ماتت في مثل هذه المناسبات اللي صارت يعني الكوارث الطبيعي اللي حدثت على الأرض جيولوجست علماء الجيولوجيا الذين درسوا صخور الأرض and how they formed وكيف تشكلت هذه الصخور can read layers of rock يستطيعون هؤلاء العلماء أن يقرؤوا طبقات الصخر نفسه these layers هذه الطبقات provide تزود تزود العلماء بركورد بسجلات على إيش of what happened in the past بما الذي حدث في الماضي in warm periods في الفترات اللي كان فيها المناخ دافئ of earth's history من تاريخ الأرض there were many plants and animals كان فيه هناك العديد من النباتات والحيوانات which eventually هذه الحيوانات التي بالأخير بالنهاية في نهاية المطاف شو صار فيها تمام نشوف شو صار فيها إذن which eventually والتي في نهاية المطاف died ماتت تمام and were fossilists and layers of rock وتحجرت في طبقات الصخر تمام فعلا هم لما يدرسوا الصخر نفسه بقدروا يعني بيحصلوا على السجلات شو اللي صار في مناخ الأرض عبر السنوات وبيلاقوا أحيانا إيش أحافير أحافير لنباتات وحيوانات ماتت قديما archaeologists علماء الآثار have also discovered أيضا اكتشفوا evidence اكتشفوا دليل that shows how earth's climate has changed هذا الدليل يبين كيف تغير مناخ الأرض over millions of years عبر ملايين السنين for example على سبيل المثال they have found fossils وجدوا أحافير of trees لأشجار in parts of Antarctica وجدوها في أجزاء من وين؟ أجزاء من القطب الجنودي إذن كان هذا دليل قوي جدا بأن تلك المنطقة اللي هي حاليا مناطق باردة جدا ومتجمدة كان بعيش فيها أشجار إذن هذا which proof هذا يثبت بأن this area بأن هذه المنطقة اللي هي القطب الجنوبي was much more more كانت أيش دافئة أكثر قبل 110 مليون سنة أكثر من أيامنا الحالية تمام؟ إذن فهذا يثبت بما أنهم وجدوا أحافير لأشجار في منطقة الأنتاركتكا فهذا يثبت بأنه كان الجو هناك أدفأ قبل 110 مليون سنة humans البشر whose activities might be causing global warming today الذين نشاطاتهم ربما تسبب global warming الاحتباس الحراري اليوم هذول البشر مالهم need to take action يجب أن يتخذوا موقفاً يعني يعملوا إشي عشان يوقفوا global warming otherwise إذا ما عملوا إشي ما اتخذوا إشي there will probably more extreme climate change in the future يعني ربما سيكون هناك تمام more climate changes يعني رح يصير في تغيرات مناخية أكثر في المستقبل إذا البشر هذول ما اتخذوا أي موقف ما عملوا إشي يعني nobody knows for sure what to expect يعني ما في حدا ممكن يتوقع ويعرف تمام what to expect يعني ما حدا بيعرف ما الذي يمكن توقعه توقع حدوثه يعني في المستقبل إذا استمر التغير المناخي however ولكن الأرض which has already survived some dramatic changes in its long history هذه الأرض التي نجت وبقيت يعني موجودة نجت من تغيرات دراماتيكية في تاريخها الطويل may have to face some challenges in the future ربما تتعرض وتواجه بعض التحديات في المستقبل تمام فقصة مناخ الأرض هذه القطعة زي ما شفت الفقرتين قرأناهم وشرحناهم الآن أنت لازم لازم تحفظ الشرح بنفس هذه الطريقة تمام تحلل كل كلمة موجودة في الفقرة عشان تكون قادر على الإجابة على أي سؤال ممكن يجيك على هذه الفقرة تمام طيب منروح على جزء القواعد الموجود واللي بطلوب منكم في هذه الوحدة اللي هي non-defining relative clauses جمل الوصل غير المحددة الآن القواعد هاي اللي بالوحدة الثامنة هي استكمال القواعد الموجودة في الوحدة السابعة في الوحدة السابعة احنا شرحنا defining relative clauses اللي هي جمل الوصل المحددة هون النوع الثاني اللي هو جمل الوصل غير المحددة طيب الان تعريفه واستخدامه هذه الجمل هي عبارة عن جملة تبدأ بضمير وصل تمام من الضمائر اللي شرحناهم بالوحدة السابعة قبلها بيجي فاصلة هون هذا الشيء يميزها انه دائما يسبقها فاصلة ويتبعها فاصلة وتستخدم لإعطاء معلومات هذه المعلومات هي معلومات إضافية وغير ضرورية إنما هي معلومات إضافية عن الاسم اللي احنا منعرفه تمام؟ احنا منعرف انه جملة الوصل أنا بستخدمها عشان أعرف اسم معين أعرفه الولد الذي يرتدي ثوبا مثلا تمام؟ هنا أنا عرفت هذا الولد الآن جملة الوصل أنا لما أعرف فيها الاسم أنا بعطي معلومات مستضرورية وجودها وعدمه ما بيأثر على الجملة تمام؟ هذه المعلومات غير أساسية ويمكن الاستغناء عنها على سبيل المثال هون إذا حكينا هاي الجملة جملة صحيحة طيب إذا ضفنا لها إضافة من عندنا اللي هي جملة وصل غير محددة إذا قلنا I passed him a cup of water which he drank immediately هون ضفنا إضافة انه هذا ال cup of water شريبه مباشرة سواء قلنا انه شربه مباشرة ولا ما شربه الجملة هون صحيحة تمام؟ فهاي إضافة إضافة عن طريق جملة وصل غير محددة مثلا هون These cars are made in Japan هذه السيارات مصنوعة في اليابان جملة مكتملة ومرهمية بالمئة إذا ضفنا عليها مثلا جملة وصل غير محددة قلنا These cars which cost too much هون ضفنا إضافة هذه السيارات التي هون عرفنا هذه السيارات التي كلفت كثيرا تمام؟ مصنوعة في اليابان إذا سواء قلنا السيارات هذه مصنوعة في اليابان أو هذه السيارات التي كلفت كثيرا مصنوعة في اليابان على كلتا الحالتين الجملة الصحيحة فهون هذه إضافة وهذه الإضافة إضافة غير أساسية يمكن الاستغناء عنها وتبقى الجملة صحيحة تمام؟ فهذا هو المقصود بجمل الوصل غير المحددة الآن زي ما حكينا جملة الوصل هي تبدأ بضمير وصل ضمائر الوصل هم نفسهم اللي حكيناهم في جمل الوصل المحدد العادية اللي همه هو أو ذات طبعا هو أو ذات تستخدم لتعريف الاسم العاقل أنا باستخدمها عشان أعرف الاسم العاقل الآن في جمل الوصل المحددة باستخدم يا إما هو أو ذات يعني ذات باستبدلها مكان هو لكن في جمل الوصل غير المحدد اللي هو موضوع قواعد هذه الوحدة هون ما باستخدم ذات مكان هو أوكي؟ فلما يكون باستخدم هو لما يكون قبليها اسم عاقل وبعدها بعد الفراغ يعني بده يكون ايش فعل طيب نفس الشيء بالنسبة لويتش بجمل الوصل المحددة العادية باستخدم يا إما ويتش يا إما ذات في غير المحددة ما باستخدم ذات مكان ويتش فباستخدم فقط ويتش لي تعريف الاسم غير العاقل فبالتالي باستخدم ويتش لي تعريف الاسم غير العاقل تمام؟ غير العاقل وبعدها مش مشكلة ما بيجي عادي الآن هوز باستخدمها مع الملكية فبالتالي هوز لازم يكون قبلها اسم وبعدها اسم بالنسبة لهم باستخدمها لتعريف المفعول به فهم باستخدم قبليها اسم وبعدها بيجي ضمير الآن بالنسبة لون للمكان وير للزمان وواي للسبب فبالتالي فبالتالي وين باستخدمها لما يكون قبليها زمن معين وبعدها عادي شما إيجا وير قبليها اسم يدول على مكان وبعدها مش مشكلة شما إيجا وبالنسبة لواي لازم يجي قبليها شيء بدول على سبب وبعدها شما إيجا عادي تمام؟ فهذه الضمان للوصل التي تبدأ بهم جملة الوصل سواء المحددة أو غير المحددة تمام؟ طيب الآن الفروقات ما بين جملة الوصل المحددة وغير المحددة أول شيء بالنسبة للدفايني قليتوب كلوزز اللي كانت بالوحدة السابعة الدفايني قليتوب كلوزز هي تقدم معلومات ضرورية هذه المعلومات معلومات ضرورية وأساسية في الجملة لا يمكن الاستغناء عنها فهي تعرف الاسم بمعلومات هذه المعلومات ضرورية ما منقدر نستغني عنها فلما نحكي بـ students who had witnessed the fight تمام؟ هون هاي المعلومة ضرورية جدا لازم نحطها ما بزبط نشيلها تمام؟ فالطلاب الذين شاهدوا الشجار تمام؟ تم مناداتهم بينما الجملة الوصل غير المحددة اللي هي بالوحدة هاي الثامنة تقدم معلومات غير ضرورية وغير أساسية ويمكن حدثها والاستغناء عنها فلما نحكي بـ students لاحظوا هون شو قبليها تمام؟ فاصلة هون جملة وصل وهون فاصلة فهاي جملة الوصل غير محددة فـ students who had witnessed the fight هاي جملة مش ضرورية عادي الطلاب اللي شافوا الشجار يعني مش مش ضرورية we're called to testify تمام ناداتهم فهون تمام نادات كل الطلاب بينما هون تمام نادات فقط الطلاب اللي شافوا الشجار هذا معنى الجملة يعني لما أعمل جملة فأيذن جملة الوصل غير المحددة بيجي قبليها فاصلة بعدها فاصلة جملة الوصل المحددة ما بيكون بينها فواصل جملة الوصل غير المحددة المعلومات مش ضرورية جملة الوصل المحددة المعلومات ضرورية الفرق الثاني إنه ما باستخدم ذات زي ما حكيت قبل شوي بدل هو أو which تمام في جملة الوصل غير المحددة لا تستخدم ذات مكان which أو هو بينما في جملة الوصل المحددة بقدر أستخدم ذات مكان هو أو ذات مكان which مثلا هون هون اسم غير عاقل تمام فبحكي يا إما ذات يا إما which كلاهما بزبط the people هون عاقل بقدر أستخدم يا ذات يا هو بينما في جملة الوصل غير المحددة ما باستخدم ذات نهائيا these motorbikes لاحظوا هون اسم غير عاقل فباستخدم فقط which ما باستخدمش ذات يعني إذا بتحط لي هون ذات خطأ لا نستخدم ذات في جملة الوصل غير المحددة الفرق الأخير إنه الضمير الضمير الوصل ممكن أن نحذفه في جملة الوصل المحددة في جملة الوصل المحددة بقدر أحدث الضمير وبيكون مفهوم ظنيا إيش هو الضمير اللي أنا بقصده تمام مثلا بقدر أحكي do you like the new song I wrote هل أحببت الأغنية الجديدة التي كتبتها لما ترجمتها حطيت التي لهو ضمير الوصل لكنه مش موجود لكنه هون مش موجود فبقدر أحطه بقدر أشيله عادي مثلا that is the man بقدر أحكي هو أو that أو بدون him I told you about بقدر أخلي بقدر أحدث ضمير الوصل وبيكون مفهوم ظمنيا بينما هون ما بقدر أحدث ضمير الوصل لازم أحطه تمام فبحكي they introduced me to Jonathan هون جملة وصل غير محددة لازم أحط ضمير الوصل ما بزبط ما أحطه أوكي فهي الفروقات الثلاثة بين جملة الوصل المحددة اللي بالوحدة السابعة وجملة الوصل غير المحددة اللي بالوحدة الثامنة طيب نأخذ بعض الأمثلة على التفرقة ما بين جملة الوصل المحددة وغير المحددة الآن number one you have two houses أنت عندك بيتين two houses عندك بيتين أياها الجملة الأصح أنك تحكي my house which is in Miami is very expensive ولا my house which is in Miami is very expensive هون جملة وصل محددة وهون جملة وصل غير محددة الآن أنت عندك بيتين بما أنه عندك بيتين هل تحدد أي بيت بتحكي عنه ولا ما تحدد طبعا أكيد لازم تحدد لأنه أنت عندك بيتين فبالتالي لازم تحكي my house which is in Miami البيت اللي أنا بحكي عنه اللي بميامي مش البيت الثاني لا اللي بميامي فهون حددت تمام لأنه أنت عندك بيتين الثاني you have only one sister عندك فقط أخت واحدة فشو الأصح تحكي my sister who works in a hotel جملة وصل غير محددة ولا my sister who works for a hotel got a promotion تمام أي أصح أنك تحكي تحدد أي أخت ولا ما تحدد يعني أختي التي تعمل في الفندق ولا مصدروري تحكي أنه التي تعمل في الفندق أكيد مصدروري لأنه فقط أخت واحدة فبس تخدم جملة وصل غير محددة في جدائع أحددها لأنها واحدة فقط three you are telling somebody that it is your car أنت قاعد بتحكي لواحد أنه هاي سيارتك فبتحكي the car that is outside the house هون عرفت السيارة تمام بأنها السيارة التي تقف في الخارج حددتها ولا ما تحددها تحكي which is outside the house تمام يعني لما أنت ما تحددها تخيل أنه هاي الجملة هاي كلها مش موجودة تمام محذوفة the car is mine السيارة إلي بزبط طب أي سيارة أنت ما حددت لازم تحدد لازم تحدد أي سيارة السيارة التي تقف في خارج المنزل مش أي سيارة ثانية تمام مثلا you have many pairs of shoes عندك أكثر من زوج من الأحذية فهون هل تحدد ولا لا تحكي the pair of shoes that bought yesterday that I bought yesterday ولا the pair of shoes that I bought yesterday هون غير محدد هون محدد أنت عندك أكثر من حذاء فتحدد أي حذاء بتحكي عنه ولا ما تحدد أكيد لازم تحدد لازم تقول the pair of shoes أياهم that I bought yesterday الذين استريتهم البارحة مش مش أي shoes ثاني أوكي there are several jackets in the room في هناك أكثر من جاكيت موجودة في الغرفة تحدد ولا لا أكيد لازم تحدد فتحكي the jacket which is on the coast stand ولا which is in the coast stand لاحظوا هون غير محددة هون محددة أنت عندك أكثر من جاكيت موجود بمعنى أكثر من جاكيت لازم تحدد عن أي جاكيت أنت بتحكي لازم تقول the jacket which is on the coast stand is mine لأنه تخيل هاي يعني تخيل بدك تختار هاي الجملة فهون جرب أحدف تحكي the jacket is mine هذا الجاكيت لي أي جاكيت طبعا أنت عندك سيبرال تعندك متعدد يعني في عندك أكثر من جاكيت لما تحكي the jacket is mine the jacket is mine أي واحد ما في أكثر من واحد ما بزبط اوكي number six there are thousands of museums around the world في هناك آلاف المتاحف حول العالم فأيا أصح تحكي the museum which we visited on holiday حددته ولا تحكي the museum which we visited on holiday ما حددته is very interesting في هناك آلاف من المتاحف طبعا عن أي متحف أنت بتحكي أنت بتحدد واحد اللي أنت زرته في الإجازة هو ممتع دائما نفس الإشي أعمل نفس التست أنه جرب إحدف هاي بزبط ولا لا the museum is very interesting المتحف ممتع أي واحد أي متحف ما حددت في هناك كثير متاحف عن أي متحف أنت بتحكي فلما تحكي هاي الجملة لواحد ما رح يفهم عليك ما رح توصلوا الفكرة المعلومة أوكي لازم تحدد أي متحف أنت بتحكي عنه seven you are talking about one room on your house أنت بتحكي عن غرفة واحدة من غرف المنزل تبعتك تحددها ولا لا بما أنها غرفة واحدة معناته مش لازم تحددها عادي غير محددة فأياها تحكي my living room which is the largest room in my house هون حددتها ولا تحكي my living room which is the largest room in my house أكيد مش لازم تحددها لأنك أنت بتحكي عن غرفة واحدة معينة في منزلك فmy living room لو هاي حدفناها عادي بزبط my living room is at the front of the house هي في بداية المنزل أو أمام المنزل لأنك أنت بتحكي عن هاي الغرفة فعادي مش لازم تحددها بتستخدم non-defining relative close جملة وصل غير محددة فيعني كان هذا التمرين عشان أنت تستوعبوا الفرق ما بين جملة الوصل المحددة اللي هي بيونت 7 وجملة الوصل غير المحددة اللي هي بيونت 8 أوكي طيب الآن ننتقل على موضوع آخر في عنا هاي القطعة هاي القطعة موجودة معاكم اللي هي جوردن's wildlife الحياة البرية في الأردن بيحكي لهم through the years عبر السنوات جوردن has faced تعرض واجهة الأردن several environmental problems العديد من المشاكل البيئية one of these problems إحدى هذه المشاكل is the deforestation هو التصحر of areas تصحر المناطق that used to be covered with the plants التي كان معتادا أن تكون مغطاة بالنبتات إذن هاي واحدة من المشاكل البيئية these areas هذه المناطق which were full of trees in the past التي كانت مليئة بالأشجار في الماضي شو ما لهذه المناطق have now become desert أصبحت الآن سحاري the loss of forested areas has put many animal species as well as the soil in danger إذن فقدان المناطق التي كانت مليئة بالغابات هذا خلى أنواع الحيوانات وبالإضافة للتربة خلهم في خطر in danger the decline of white life was first noticed by a group of hunters many years ago هذا الشيء اللي هو عملية التصحر ونقص الغابات هذا الشيء تم ملاحظته ويعني مشاهدتهم من قبل مجموعة من الهنترز لهم الصيادين قبل عدة سنوات هذول الهنترز who later on established the royal society هذول الصيادين بعد ذلك أسسوا الجمعية الملكية لحماية الطبيعة هي a non-governmental organization هي عبارة عن منظمة غير حكومية that carries out projects والتي قامت بمشاريع هذه المشاريع حدفها to protect the environment حماية البيئة the Jordanian government has also taken steps أيضا الحكومة الأردنية اتخذت خطوات towards protecting the remaining forests باتجاه حماية الغابات المتبقية and started projects وبدأت بمشاريع هذه المشاريع that bring back the desert to life أعادت الصحراء إلى الحياة حسنا one of these projects is the Sahara Forest project واحد من هذه المشاريع هو مشروع غابات Sahara an agreement هو كان عبارة عن اتفاق هذا الاتفاق signed by تم توقيعه من قبل الأردنيين والنرويجيين who both الذين كلاهما الأردنيين والنرويجيين aim يهدفون turning the desert في تحويل الصحراء في العقبة into an osis إلى واحة فهذا كان هدفهم تحويل المناطق الصحراء في العقبة إلى واحة فكانت هذه القطعة قطعة سريعة خفيفة لطيفة طيب نروح على البراكين في عنا ثلاث فقرات تتحدث عن البراكين اللي هي البراكين نأخذ أول وحدة اللي هي A بحكي لنا هون البراكين تحدث البراكين when the plates in earth's crust have cracks or weak spots in them يعني تحدث البراكين لما يكون القشرة أو القشور أو الصفائح الأرضية في القشرة الأرضية تمام plates يعني صفائح للصفائح الأرضية في when في القشرة للcrust لما الصفائح الموجودة في القشرة have cracks يكون فيها تصدعات وتشققات أو weak spots أو نقاط ضعف يعني بقعة معينة فيها ضعف بالصفيحة أو بالقشرة فبتصير بهاي الحالة البراكين the very hot melted rocks الصخور الذائبة the very hot الساخنة جدا which lie deep under earth's surface والتي يعني تمتد تحت سطح الأرض هذه الصخور ما لها are under a lot of pressure هي تحت ضغط كبير جدا and they bubble up وتتفقع يعني بتصير فقعات لأنها بتغلي and try to squeeze out وتحاول أن تنسكب off any holes يعني تحاول أن تخرج من أي ثقوب هذه الصخور الذائبة الساخنة اللي هي عبارة عن صخارة صخارة اللي هي صهارة الصخور هذه الصخور الذائب الحارة اسمها الماغمة عندما يثور البركان يعني تضغط الماغمة للخروج يعني طريقها للخروج تشق طريقها إلى الخارج through the surface من خلال السطح and spells وتنسكب spells out as lava تنسكب كحمة بركانية بصير تطلاع كحمة بركانية pieces of rock قطع الصخور and ash والرماد are often thrown out with the lava عادة يعني ترمى مع الحمم البركانية تم رميها مع الحمم البركانية تمام فهذه الفقرة الأولى مروح على B الفقرة الثانية هذه الفقرة بتحكيلنا about four and a half billion years ago قبل حوالي أربعة ونص بليون سنة which was just after our planet was formed هذا التاريخ كان تقريبا بعد أن تشكل كوكبنا اللي هو الأرض كوكب الأرض بعد ما تشكل طيب شو صار بهذاك الوقت there were probably many more volcanoes than there are now يعني من المحتمل أنه كان في هناك براكين أكثر من ما هو موجود الآن في وقتنا الحالي and they erupted more often وكانت تثور أكثر بالغالب كانت تثور some of these were active in Jordan بعض من هذه البراكين كانت نشطة في الأردن today one sixth of Jordan is covered with basalt يعني سودوس one sixth سودوس الأردن مغطى بصخر البازل وهو صخر بركاني or hardened lava أو مغطى بالحمام البركانية القاسية أوكي يعني اللي بعد ما تطلع بتبرد بتقسى most of this area is called the Basalt Plateau معظم هذه المنطقة بالأردن اسمها Basalt Plateau هضبت البازل and lies between أزرق مفرق and northern borders with Syria وهذه المنطقة هي منطقة ممتدة من الأزرق للمفرق ل الحدود الشمالية borders اللي هي حدود للحدود الشمالية مع سوريا there are at least today there are at least 40 volcanic centers in Jordan يعني على الأقل هناك 40 مركز بركاني موجود في الأردن تمام مركز بركاني volcanic centers in Jordan all كل هذه 40 مركز بركاني all inactive now كلها غير نشطة الآن لا تخافوا كلها غير نشطة inactive تمام غير فعالة تمام مروا على الفقرة C شو بتحكينا الفقرة بتحكينا volcanoes can be very dangerous هذه البراكين أو البراكين بشكل عام تمام ممكن أن تكون خطرة volcanoes can be very dangerous ممكن أن تكون خطرة to people للناس when they are in the process of erupting عندما تكون في مرحلة الثوران the hot lava can destroy towns الحمام البركانية الساخنة ممكن أن تدمر بلدات وkill people ممكن أن تقتل الناس the ash الرماد شو ممكن يعمل can crush ممكن أن يسحق ويدمر houses and plants بيوت ونباتات however ولكن after the eruption بعد الثوران ما يخلص the ash and lava make the ground very good for farming يعني الرماد والحمام البركانية بتخلي الأرض the ground بتخليها very good for farming يعني جيدة جدا للزراعة the magma cools الماغما السهارة تبرد into different kinds of solid rocks لما تبرد بتتحول أنواع مختلفة من solid rocks يعني الصخور solid الصلبة that we're down والتي يعني تحت بتصير عليها عمليات حتى تحت و become earth تصبح أرضا that is very good for growing planets وهذه الأرض هي أرض جيدة لنمو النباتات بتصير أرض خصبة a long time ago قبل وقت طويل farmers use the obsidian كان المزارعون يستخدمون obsidian اللي حكينا عنه حجر بركاني أسود اللون داكن هو عبارة عن volcanic glass يعني حجر بركاني زجاجي for their tools كانوا يستخدمونه لأدواتهم المزارعين كانوا يعملوا منه أدوات الزراعة زي المحرات إلى غيره even nowadays حتى في أيامنا الحالية obsidian يستخدم بشو يستخدم is still used هو ما زال يستخدم to make knives لصناعة السكاكين هذه السكاكين لأيش for medical operations للعمليات الطبية يعني بعدهم يستخدموه لصناعة سكاكين تستخدم في العمليات الطبية طيب خلونا ننتقل إلى الجزء الأخير من هذه المراجعة في أن هنا فقرة هذه الفقرة الموجودة بالactivity book الفقرة بتحكي لنا there are around one thousand five hundred ten active volcanoes in the board يعني حاليا في هناك تقريبا الف وخمسمية وعشرة براكين نشطة في العالم we currently know إحنا حاليا منعرف إنه في هناك eighty or more ثمانين أو أكثر من هذه البراكين which are under the oceans يعني ثمانين أو أكثر من هاي البراكين النشطة موجودة تحت المحيطات when these volcanoes these من هم لهم الثمانين بركان الموجودين تحت المحيطات عندما هذه البراكين تثور they can cause ممكن أن تسبب تسونامي أو floods and earthquakes شو ممكن تسبب ممكن تسبب تسونامي اللي هو التسونامي بتعرفو بيكون فيضان قوي و يعني بيدمر الدنيا أو ممكن تسبب floods فياضانات أو ممكن تسبب earthquakes زلازل أو هزات أرضية لعن around 1.5 مليون years ago قبل حوالي مليون ونص سنة some of the youngest volcanoes in Jordan يعني واحد من البراكين الصغيرة في الأردن where active كان نشطا back then بالعودة إلى ذلك التاريخ these volcanoes هذه البراكين like all other volcanoes مثلها مثل كل البراكين الأخرى exploded when their top split opened كانت يعني تنفجر وتثور لما top split top split اللي هي فوهة البركان العلوية لما تفتح and the magma والماغma under huge pressure تحت ضغط كبير inside the earth bubbled up بتصير تخرج على شكل فقاقي اعتغلي and erupted وتثور through the crack من خلال التشققات والصدوع اللي موجودة في القشرة the many eruptions that happened back then resulted in the hardened lava that الآن الثورانات العديدة اللي صارت في ذلك الوقت نتج عنها ايش نتج عنها hardened lava حمام بركانية قاسية بعد ما بردت يعني that today covers والتي هذه الحمام التي في يوم الحالي تغطي تمام تغطي almost 17% تغطي حوالي 17% من مساحة الأردن هذا الغطاء هذا الغطاء يعود إلى البازلت أغلبه حجر البازلت if you would like if you would like to see in the north east of Jordan in the north east of Jordan in the north east of Jordan يعني الوجهة الوجهة الأفضل لزيارة البراكين لزيارة البراكين يعني إذا حابت تروح تزور مراكز البراكين فأنت بدك تروح على المنطقة الشمالية الشرقية An example of a complete كمثال على a complete and undamaged vulcano مثال على بركان غير مدمر ومكتمل خلص انتهى that can be seen from أزرق ممكن مشاهدته من الأزرق اللي هو جبل ارتيان في الصفاوي تمام جبل ارتيان في الصفاوي هذا مثال على بركان غير مدمر ومكتمل ولم يعد نشطا يعني بس كان نشط زمان قبل يعني يمكن مليون سنة لقلي لحسن الحظ هذه البراكين الأردنية الطبيعية هي الآن آمنة تمام وهي لم تعد نشطة حاليا فكانت هذه القطعة عن البراكين في الأردن هيك احنا راجعنا معظم الأشياء المهمة الموجودة في الوحدة كلمات مهمة قطاع مهمة وقواعد الوحدة يعني انت لما تتقن هذه الأمور وتحضر هذا الشرح بتماعن تضمن لنفسك يعني علامة ممتازة في الامتحان فالذلك طلابي على البطاقة وطلابي على اليوتيوب وطلابي على الفيسبوك هذا الفيديو مهم لا الاستعداد للامتحان مراجعة كل شيء موجود في الوحدة بتمنى يكون هذا الشرح مفيد بالنسبة لكم وبتمنى دائما تستفيدوا من جميع الشروحات والفيديوهات اللي من قدملك إياها عبر منصة أساس التعليمية بلتقي معاكم في فيديوهات قادمة الله يعطيك والفعافية